يبدو أن جميع الأطراف باتت تدرك أن المفاوضات ربما تكون هي السبيل الأمثل للخروج من هذه الأزمة التي تتفاقم آثارها وفي هذا الإطار بدأت دول عدة في الأعلان عن نفسها وسيطا يمكنه لعب دور بين موسكو وكييف من أجل إطفاء هذه الحرب الدائرة وتفادي آثارها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بانت يحاول البحث عن دور وسطة يمكن أن تلعبه بلاده لتقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا وكثف مباحثاته مع رئيسي البلدين بشأن عقد جولة من المحادثات يمكن أن تحتضنها القدس وعلى الصحة الأوروبية تبدو سويسرا الدولة المعروفة بعقيدتها السياسية المحايدة على مدى عقود إحدى أبرز الدول المؤهلة للعب دور الوسيط وقد أعرب رئيسها إغناسيو كاسيس عن أمله في أن تصمت المدافع قريبا وأعلن استعداد بلاده أيضا لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في السياق ذاته واستنادا إلى علاقاتها المميزة بالبلدين تخوض تركيا محاولات عدة من أجل تسهيل عقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني خاصة وأنها الوحيدة التي نجحت حتى الآن الجمعة بين وزيري خارجية البلدين وبناء على هذا ترى أنقرة رغم أنها عضو في حلف شمال الأطلسي أنها يمكن أن تصبح وسيطا نزيها ومسهلا لإبرام اتفاق بين موسكو وكييف وفقا لتصريحات رئيسها ووزير خارجيتها أيضا وفي ظل هذه المساعي الحثيثة تتخوف أطراف من عقبة كبرى قد تعيق النقاش بعد أن أصبحت معظم الدول الغربية طرفا مهما في المعادلة وهي التي فرضت عقوبات قاسية على موسكو لذلك يبدو خيط الحوار متشابكا بين أطراف كثيرة وإن كان طرفا أو طرفا هذا الخيط بيد موسكو وكييف